رائع كيف بتشيكو؟ لا هو مدارب كويس وبيعجبني في حاجات كتيرة جداً بس النهاردة مع ما عجبنيش في المؤتمر الصحفي حاسس ان هو كان مهزوز حاسس ان هو بدأ يوصله ان بعد ما اتغلب من سان ده ان هو ممكن يمشي ممكن كذا فان هو يقول كده انت بتخسر بطولات انا جايبك ليه؟ بديلك فلوس ليه؟ وعندك لعيبة معلش مع احترامي احسن من لعيبة يعني لا اقولها هي احسن من لعيبة النادي الاهلي ونادي الزمالك و احسن لعيبة موجودة عشان برده اوضح كلامك و اظن ان انت هتفعل معي اشو منتكلم على الافراد يعني الافراد عندها عفلات كويسين بس البراماتز عنده في كل مركز وفرة من اللعيبة الممتازة مش لعيب ممتاز واللي تحتين مش ممتاز انت عارف لو خدت فرقة براماتز دي وديتها النادي الزمالك اه انا شايف ان هي ممكن تلات اربع سنة ياخدوا بطولات ياخدوا دوري وكياس وياخدوا بطولات كتيرة ليه بقى؟ هيبقى في اعلام جامد بيسنده في جماهير جامده هتسنده في لعيبة هتخلي هتبقى خايفة تمشي في الشارع من الجمهور عشان ان هو مثلا كل شوية هيكلمهم لازم لا تروح لازم كذا لازم كذا فدي حاجات كتيرة فهي دي هي دي النقطة ان ناتي بيراميز مش هياخد بطولة هيفضل يعافر ويفضل يعمل مطشاط كويسة ويفضل يعمل مثلا يكسب النادي الآله او يكسب الزمالك بس هتبقى مطشاط مش هي في الاخر يوصل لبطولة مفيش امل يعني؟ لا هي كل حاجة انا ليس قالتك كده؟ عشان اكيد في حاجات لو اتعملت ممكن يكسبه بطولة لو في الاخر كله كل المجموعة بقت خالصة النية بقت كلهم مركزين في البطولة ممكن يوصلوا لان هم لعبة جامدة لعبة على مستوى عالي لعبة كل واحد فيهم لو كل اتنين تلاتة راحوا فرقة ممكن يتقلوا فرقة مش هيتقلوا لا يروحوا مثلا لو راح في يوتسر ولا راح زمالك كل اتنين لعبة هيعملوا حاجة جامدة اشتركوا في القناة